السلام عليكم ورحمة الله معكم علي عبراهيم ان شاء الله سنتكلم المرة دية ان جراءات التنظيف والتضحير بالنسبة لعظائر الدواجين عموما وبالاقص سنركز على التنظيف والتضحير واختيار المطحر بالاضافة لازالة الانسجا او الانسجا العضوية كما ذكرت انه في الفيديوهات السابقة اتكلمت عن موضوع الامن الحيوي وشفنا دور الامن الحيوي واحميته بالاضافة لمفهوم الامن الحيوي وحتى اتكلمنا عن جزئية الحيوانات الضار او النواقل بطار امراض هي بتأثر على مشاريع الدواجين بصورة كبيرة جدا كما ذكرت انه احنا اتكلم اليوم عن التضحير والتنظيف بالنسبة لحظائر الدواجين فلو جئنا نتكلم عن حظائر الدواجين فهي تمثل وسط ملاعم لتواجد تكاثر الجراسيم خاصة في عياب الاماليات التنظيف والتضحير اذا كان فقيرة جدا وبالتالي انه يمكن للجراسيم ان تبقى متواجدة لفترة طويلة من الزمن ايضا يمكن التنقل من فوج الى فوج اخر يعني قطيء الى قطيء اخر على حسب فترة التربية فالامالية دي تمكن من ازالة الجراسيم اللي هي منقصدها طبعا التضحير والتنظيف التي لا تستطيع رؤية التي لا نستطيع ان نراه نحن بالعين المجردة وذلك بتهيئ لا مناق طبعا ملائم لتربية الصيصان والكتاكيت اذا كان انا اجريت نظام تضحير وتنظيف صورة جيدة تمام اولا نشوف اول جسم فيه هو التنظيف التنظيف برضو هو واحد من الاماليات التي بنتمثل في ازالة الاوساق التي تحمي جراسيمه مكان لتكاثر للعافات كما تقلص من فقالية المطحر وتبدأ امالية التنظيف مباشرة بعد خروج الدواجن اي اتباع مجموعة من المراحل اندي مراحل كثيرة انا ببدأ طوالي في عملية التنظيف وهي بتمثل لي مثلا في استعمال مبادئة المبيدات للحشرات للفرشة والحائط باشرة بعد اخراج الدواجن انا بعد معرفات الدواجن بتأتي الى المجزر وكذا طوالي ببدأ بروش مبيدات حشرية على الفرشة الارطيات والحائط الاسطة ان اتخلص من الجراسيمة اللي بتكون موجودة في سطح الارضية او في سطح المبيدات اه الحائط انا برضو افراق المآلف وخزان هذا الالف بفضي اي حاجة انا اندلاه مقازن الاف اه الصيلون او حتى صومات كله بتخلص من الالاف تحت الدورة القديمة كلها بالاضافة اه افراق مسالك المياه والانابيب والمشارك كل الاشياء اللي انا كنت مستخدمة اذا كانت مآلف او انابب مياه بفرقها من المياه بخليها فاضية علشان نبدأ ننظف اه تنظيف الانابيب باستعمال حامض قبل التفكيك المشارب ايوه انا بابدأ باكب حامض اني زي الحواسان مسلا كمسال بنستخدمه باقيضا في التنظيفة الانابيب وخطوط المياه خاصة في التواجن لانه من مركبات القوية اه تاني حاجة تفكيك واخراج كل البوئدات خارج حظائر التربية كل الحاجات البوئدات لانه كنت مستخدمة في الداخل من مآلف ومشارب وغيرها بمرقة داخل الحظيرة بعد ذلك يتم آآ مرحلة ازالة الفرشة واخراجها بايدا خارج المزرعة طبعا هنا بتبعي نظام آآ يكون النظام متعبعات جدا انه اذا كانت بيعلي شخص او انك بتمرقة براك فلازم يتم ازالة خارج المزرعة ازالة الخبار والتنظيف الجاف للسفق فتبدأ هنا المرحلة بتاعت التنظيف او المرحلة بتاعت النظافة الجافة لاستقف والجدران والنوافذ وكل المؤدات الجامدة يعني الحاجات الجامدة جوا الحظيرة او المؤدات دي كلها تبدأ ازالة القبار والاتربة منها والاضافة لكنس الارضية كنس عميقة للارضية لنزق كل الرواسب العضوية يعني انا حنظف الارضية دي واشل كل الرواسب الموجودة ليه في الارضية ما ادى اي راسب يكون موجود في الارضية بتاعتي بعد ذلك باجي المرحلة التانية من المرحلة التنظيفة هي التنظيف بالماء وبرضو انا بقسمه ليه اربع مراحل اول مرحلة هو الخسيل باستعمال مع يكون ضغط ضعيف مسلا بابدأ برش الماء بضغط ضعيف يعني عادي بعد ذلك بتحول لمرحلة بضعة اقتلال اوساخ والتنظيفة الاميق باستعمال مضخص وضغط مرتفع يعني انا بكون دي مضخط المياه او الخصالة المستخدمة في البداية بابدأ باستخدم الخصالة دي بضغط ضعيف جدا عشان ابيل له الوساخ فالمرحلة التانية الاستعمال يكون اميق جدا الضغط عالي المرحلة التالتة بديم استعمال مادة منظفة يعني انا مرحلتين بابدأ فيها خسيل بماء سعي بعد ذلك بقوم بصقدم المادة المنظفة ذات الرخوة تكون الاختلال اوساخ يعني انا بقوم بشي البال اوساخ وكده لازم تكون مادة منظفة من الربعين دي الشفط بالماء وازالة المنظف تاني بعد ذلك بابدأ بالمرحلة بتغطية المصمصة او انك بصقدم الماء للشفط وكده فبابدأ بزيلة الزائر بتغطية المنظف اللي فيه هو رخوة دي كده المراحل بتغطية التنظيف اللي هي تقسم ليلة تنظيف جافوة تنظيف اه رطب تمام بعد ذلك استعمال ماء نظيف ومن المستحسنين يكون الماء بتاعتصاخنا او يكون دافئة يعني ماء دافئة ما هي تصقنا بمعنى الكلمة اي تكون تاقنا نوع اما يجب الخيام بالخيام الاشياء الالزامية مثلا زي الارضية والجدران والنوافذ وابدأ بخصيلها بعد عملية التنظيفة الاولى طوالب ابتبت باتيها مضخ بتاعت ماء ثقنا فبضخ الماء ثقنا دي بتايش اللي باقي جراسيما موجودة او باقي اثار جراسيما وكده وبزيت لي من عملية اه التنظيف تمام دي بالنسبة للتنظيف وان شاء الله في الفيديو الغادم هنتكلم عن موضوع اه التضحير وبعض التجهيزات قبل استخبارك تاكيد شكرا لكم للمتشاهدة وما تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو وصحابكم والاشخاص المحتمين بتربية التواجين والتجهيزات شكرا اشتركوا في القناة